نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوية بذكرى الإسرائي والمعراج بدأ الاحتفال بتلاوة أيات من الذكر الحكيم ثم ألقى الدكتور طارق عبد الحميد مدير عام بوزارة الأوقاف كلمة أكد خلالها أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لا يكون إلا باقتدائنا بالرسول الكريم قولا وعملا مضيفا أن المولى عز وجل اختص مصر بأن جنودها هم خير أجناد الأرض في الكفاح والنضال من أجل المبادئ السامية والقيم النبيلة وبتمسكهم بشريعة الله السامحة وبسيرة نبيه الكريم